أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان حلما منذ سنوات طويلة وأصبح حقيقة اليوم وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد مدبولي أنه بهذا الافتتاح تكون مصر نفذت الجزء الأصعب في هذا المجال الواعد ومن ثم ندعو مؤسسات قطع الخاص للشراكة وتطرق مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف القطاعات الصناعية مشيرا إلى توجيه الرئيس المستمر للحكومة بأهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجال الأعمال والمستثمرين لتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات أو تحديات وخلال الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه وذلك في نسخته الخامسة كما نوه رئيس الوزراء لأن الرئيس السيسي وجه الدعوة خلال كلمته للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 وأشار مدبولي إلى انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الأحد المقبل ترجمة نانسي قنقر